أهلا بكم ده النهاردة فيديو مخصوص عن ماذا يحدث في أمريكا الآن النهاردة 31 مايو في اضطرابات كثيرة بعلها أكثر من يومين الاضطرابات بقى لها مدة من ساعة ما ترامب بقى يعمل التويتات بتاعي افتحوا البلاد وحرروا البلاد ومشاه فيه تبدأ ان التناش تنزل البيض بالزات أنا معظم فيديوهاتي وبردو بأكد يريد تعمله سبسكرايب ولايك لأن أنا بحاول أقدم فكرة صحيحة عن ما يحدث في أمريكا ومن خلال كإنسان مهاجر من خلال كإنسان بيتفاعل مع المجتمع الأمريكي كواحد عايش وأيضا كجزور العربية والمصرية ومشكلتي كعربي مهاجر في أمريكا ده غير الأغاني والأشعار والحاجات التانية اللي بنقدمها فهو أنا بعتبر ان هي يعني القناة منظومة متكاملة لا تتجزق ويريت عشان توصل لكم وتوصل لناس تانية وتوصل الحقيقة وتوصل كل ما يبقى فيه سبسكرايب وفيه لايك وفيه كده وحاولوا تعملوا شير لو الموضوع عجبكم أو فيه فكرة هتفيد حد تاني اعملوا شير وتنتشر الحكاية لأن للأسف على اليوتيوب فيه قنوات تفهة جدا واتبصت لها الفيوز تلاتين ألف ومليون ومش عارف ايه يعني حاجة للأسف مضحكة لما واحد يكون بيقدم فكرة مهمة ويعني يبقى عمال يفحط في الصخري فالمهم موضوع ان الفيديو هين اللي فاته وانا كنت عملت فيه فيديو انا لسه منزله من شوية بكلم فيه على خريطة الانتخابات والولايات الحامرة وكل ولاية ايضا فيه مدن برغم انها ولاية كلها جار انها هتلاقي فيها ممكن مدن حامرة يعني بمعناها انها هي جمهورية وكل لما ترامب عمل التويتات بتاعته اللي ابتداها من حوالي اسبوعين ثلاثة ابتدا كل شوية افتحوا مش عارف في الولايات الفلانية افتحوا في الولايات الفلانية فالناس الجمهوريين اللي عندهم اسلحة البيض اللي عندهم اسلحة ومعظم الجمهوريين بيحبوا السلاح جدا والبيض بالذات دايما عندهم هاجس انها تحصل حرب اهلية او الحكومة لو حكومة ديمقراطية تيجي هتنزل الجيش واخد منهم السلاح فهو لازم يبقى عنده سلاح في البيض قال يعني مرة دخلت في الجدال مع واحد تافه بيقول له كده قلت له انت بسلاحك هتقدر تقف قدام دبابة الحكومة الحكومة لو هتنزل تاخد منك السلاح هتيجب دبابة مش هتيجب مدفع رشاش ولا هتيجب هتيجب الصواريخ والدبابات فانت هتقف فقال لي لا مهم مش هقدروا يستخدموا الدبابة طب ما انت يعني مهم مش هقدروا يعني لا مهم مش هقدروا ينزلوا بالدبابة فمش هيقدروا مش هيعوزوا هم مش مش هقدروا هم مش عاوزين في اي دنيا ان معروف الجيش لا يقتل اهل بلده مفروض هو بيحميه فلما بينزل الجيش هو بينزل عشان يعمل فاصل مباش فيه احتكاك فالمهم حصل حكاية انزله وحرره فنزله علشان ايه البلد تفتح وموضوع الكورونا والمسك وحظر التجول ومش هارف ايه ينتهي طبعا كان مازال الدكاترة والناس اللي بتفهم بيقولوا لا لسه الوقت بدري ولسه لو فتحنا كم اسبوع اللي عدناه في البيت يبا زائلتهم لان هاي نتناكس وتحصل مشكله وعدد الاصابات هيزيد تاني مرة واحنا وكانك يا ابو زيد مغازيز فبتدت الاضطرابات من هنا جات زادت وغطت الاسبوع اللي فات فيه الراجل الراجل اسود كان بيجري في الحي بتاعه بيجري بيترياد جاري فاتنين بيبطلوا عليه وضربوه بالنارة والدنيا ابتدت تهييك شوية من كم يوم حصل الراجل اسود اللي البوليس قتلوا راجل البوليس حط ركبته على دماؤه فيه صور نزلت حطت ركبه على دماؤه والراجل بيقولوا انا مش قادر اتنفس وكده واستمر راجل البوليس لحد ما الراجل اسود ده فرهد منه مات وده مش اول مرة الموضوع ده يحصل يعني بقالهم يمكن حوالي خمس ست سنين والعنف اللي بيمرسوا البوليس ضد الملوانين بالذات السود بيستفحش اكتر واكتر وكان سيب من حوالي كان في الفين اعتقد كان الفين وعشرة الفين وحداشر لما كانوا عايزين يطلعوا قانون ان البوليس لما ليجي يوقف اي حد يشوف فقط مش فقط الاثبات الشخصية هنا اثبات الشخصية بيبقى رخصة السواقة او لو ما عندوش عربية بيبقى بيبقى في اثبات شخصية تبع الولاية ف اللي حصل ان اريزونا وكم ولاية تانية من الولايات الحامرة بردو حبت تطلع قانون ان من حق ضابط البوليس انه لما يشك في واحد انه غريب انه يسألوا على باسبورو او الجرين كارد او ايا كان طبعا انا كتبت في اكتر من جريدة ايامية وكانوا عايزين يطبقوا دا هنا في فلوريدا كتبت في اكتر من جريدة فيه جريدة دايما بكت فيها فيه جريدة عربية تانية فيه جريدة الامريكية فيه جريدة برضو بيروت تايمز كنت ببعت لها ساعات المهم كتبت يمكن عشر مقالات عن الموضوع دا وقلت دا يعتبر مهزلة واحنا كعرب المفروض نتكاتف مع بعض ونعمل اي حاجة بحيث ان احنا نمنع القانون دا لان القانون دا له موريس هيمارس العنف ضدنا لان انت ما معكش أوراق مين بيمشي بالباسبور معاه تجيبه يعني قليل يعني إلا لو واحد يعني راح المطار ومسافر يعني محدش كده ماشي بالباسبور معاه للوانهار والجرين كارد يمكن اللي معاه جرين كارد سهل ان هو بس المشكلة معظم الامريكان ما بيفهموش وحتى رجال البوليس وحتى الرجال المسؤولين مش فاهمين ايه هو جرين كارد لان هو جرين كارد مش مكتوب عليه جرين كارد يعني لما تمسك الجرين كارد هو مصطلحه جرين كارد بس هو مكتوب عليه ريزيدن إليان ف الجرين كارد مش هو مش يعني يعني اللي هيمسك ضابط البوليش ده له مسك هو عارف انه هو جرين كارد انا مرة اديتها الواحد كتب مقدم على شغل وكان عاوز يشوف مع الابليكيشن وكده فاديت له قال لي هو ده جرين كارد وده كان شغل كمحاسب وشركة وناس متعلمة يعني مش ناس قلت له اه هو اسمه جرين كارد بس هو ما يبقى اسمه مش جرين كارد فزابط البوليش اجهل من الجاهل يعني هنا زابط البوليش جاهل معظمه ما هو خد السنوية بالعافية يعني زي اي بلد تانية زابط البوليش ما هوش متعلم يعني حتى في مصر زابط البوليش بياخد اربع سنين زي ما كانوا بياخد لصنص حقوق هنا لا هنا زابط البوليش بيقعد له ستة عشر ولا سنة في البوليش اكاديمي وفي منهم بيروح ياخد criminal justice أو مش عارف إيه شهادة بصدق ليل ده اللي بيعاوز يعني يبقى يترقى ويبقى حاجة يعني إنما معظمهم اللي هم بيسوقوا بالعربية بتاعتهم ويلفوا في الشوارع ووقفوا المرور ولا واحد ماشي بسرعة شوية ووقفوه يعني دولا هم كده كورس في البوليس أكاديمي وخلاص بعد السنوية يعني ما هواش يعني واخد حاجة ولا فاهم حاجة لا في قانون ولا في بتاع يعني أول من يخترق القانون هم رجال البوليس هن فبعدت بتاع دولا المقال وكان قلت إن إحنا كعرب بالذات إحنا بيتقال علينا كذا وكذا 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 وإنت لو توقفت يعني في بعض العرب برضو على جنب اللي هو جما ترجعوا تاني للفيديو بتاع الخريطة بعض العرب كان فرحان قالك يلا خلي اللي ما عندهمش ورق يمشوا لأنهم ثم انت تيجي على دماغك انت كمان أولا البوليس ده اللي هيفرق بين اللي معاها ورق ولي ما معاهمش ورق وبعد إما انت مش ماشي ليل ونهار بالورق وعبل ما تثبت إن انت عندك ورق ده انت هيكونوا منوتوك في الشارع لأن كان أيامها مبتدي غزة في أوباما كان مبتدي عمليات العنف ضد السود وضد الملوانين لأن هما كانوا حاسين إن دول الانتخبوا أوباما فعندن في أوباما كانت مبتدية الحكاية ده وبتدى مسألة القتل الجماعي إن هما يروحوا في مدرسة مثلا في حي بتاع السود ويتلقوا الضرب عليه أو كذا أو كذا للعمليات اللي كانت بتحصل القتل الجماعي فكانت مبتدية برضو ضد السود فجرائم رجال البوليس فالمهم المشكلة دياً مبتدية من مدة وولايات والبوليس مبتدي يعمل مشاكل ضد السود بدل الوقت يبتدت تتفاقم أكتر بسبب الحدشتين بتوع قتل وزاد وغطى الناس كمان أرفان لأن الولايات كانت المفروض تدفع لها بدل بطالة معظم ولايات الحمرة استعبطت وخلت الناس تقدم على بدل بطالة ومن حقها بدل بطالة وركنوا الابليكيشنات بتاعتهم على الجنب وبقوا يستعبطوا مش عايزين يدفعوا لهم الابليكيشن فاللي يدخل يشوف طيب الابليكيشن بتاعتي وصلت لمرحلة ايه قولك هي لسه بنرجاعها ودين عاملة مشكلة حتى في فلوريدا هنا اللي هو اللي يدخل يعمل على جوجل فلوريدا أنيمبلايمنت بندنج ستادس هتلاقي في حوالي 200 ألف واحد مقدم في فلوريدا بس في البندنج ستادس فهي مشكلة خطيرة جدا والموضوع عمال يزيد والجيش نزل عشان يقف في الموضوع وربنا يسطر علينا كلنا ونكمل موضوع ده مرة تانية ونشوفكم على خير إن شاء الله